تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بتعويض وتوفير البديل المناسب لأهالي جزيرة الوراق خصصت الدولة 680 وحدة سكنية بمنطقة مطار إمبابا بالإضافة لثلاث مناطق أخرى وقد تم تسليم 13 وحدة سكنية بهذه المنطقة بعد الانتهاء من إجراء القرعة السادسة والعشرين لأهالي الجزيرة الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة كنوعا من أنواع التعويضات وعدوا فأوفوا هذه التجهيزات الأولية لوحدات سكنية بديلة لأهالي جزيرة الوراق تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بتعويض وتوفير البديل الذي يناسب أهالي الجزيرة حيث خصصت الدولة 680 وحدة سكنية بمنطقة مطار إمبابا فقط بالإضافة لثلاث مناطق أخرى وتم تسليم 13 وحدة سكنية بهذه المنطقة بعد الانتهاء من إجراءات القرعة السادسة والعشرين لأهالي الجزيرة الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة كنوع من أنواع التعويضات موجودين النهاردة في منطقة مطار إمبابا وهي أحد المناطق التي تم توفير بها بدائل وحدات سكنية بديلة لأهالينا في جزيرة الوراق من ضمن بدائل في أماكن مختلفة منها مدينة العبور ومدينة حدائق كتوبر ومدينة كتوبر الجديدة بالإضافة للمنطقة التي نحن موجودين فيها النهاردة وطبعا فندم سيادتك طبقا لتوجهات فخامة السيد الرئيس الجمهورية في اجتماع سيادته مع دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الإسكان وجه سيادته طبعا بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي بأنها دعما لأهالينا أنها توفر الفرش والأجهزة والأساس بالمجان بعد انتهاء إجراءات القرعة وتسليم الآهالي الوحدات تم تأثيث وتجهيز هذه الوحدات بكل الأساسيات التي تحتاجها الأسر المستلمة بشكل مجاني وسط ترحيب وفرحة من الآهالي بالخدمات التي تقدمها الدولة لهم والتي تؤكد بأن الدولة لا تتوانى لحظة عن تقديم كل الدعم لآهالي جزيرة الوراق ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستهدفة احنا الحمد لله مرتاحين ومبسوطين احنا من أهل جزيرة الوراق وخرجنا من الجزيرة وجينا قعدنا هنا في مطار مبابة والحالة بتنزل الفرش والدنيا تمام ومبسوطين الحمد لله يعني الدنيا جميلة والفرش حلو والأجهزة الكهربائية وحاجات حلوة وزي الفل ان شاء الله يعني هما أوفوا بكل اللي قالوا عليه سلمنا وخدنا الشكات وبعد كده ترحوا الشقق وقدمنا والشققات الاختيار اللي احنا اخترناه وبعد كده طبعا قالوا بالعافش والعافش الحمد لله جاءت اتصلوا بنا مبارح ووصلنا هنا وهي سلمنا نفش ان شاء الله وكل اللي قالوا عليه تنفس تأتي هذه الوحدات السكانية تزامنا مع تنفيذ عدد من الأبراج السكانية بمدينة الوراق الجديدة احدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها للارتقاء بالمستوى العمراني لجزيرة الوراق واذهارها بالشكل الحضاري الذي يليق بها وبسكانها محمود جميل التلفزيون المصري اشتركوا في القناة